الله جل وعلا وصف القرآن بأوصاف تجعل العبد يتمسك بالقرآن يقول الحسن كلمة تكتب بماء العين ومثلو بن تيمية يقول أنزل الله من الكتب مئة واربعة كل معاني هذه الكتب جمعها الله في القرآن وكل معاني القرآن جمعه الله عز وجل خير كل معاني هذا القرآن جمعه الله في صورة الفاتحة وكل معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاد الذي يريد راحة البال واطمئنان الخاطر والبركة في الحياة والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة وأن يدخل الأنس والسكينة من أوسع أبوابه فعليه أن يتشبث بكتاب الله جميع فلما حضروه قالوا أنصته القرآن يبدلك من حال إلى حال ومن جهة إلى جهة من دون أن تشعر شفت خيرتوهم جيين يستمعون إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام جن جن ما يعني للتو قد سمعوا القرآن قراءة محمد بن عبد الله التي ملأت فمه صلواته الله وسلامه عليه فلما حضروا قالوا أنصته فلما قضي شفت خيرتهم هم توهم جيين يستمعون القرآن ولوا إلى قومهم طيب وش وظيفتهم منذرين طيب ما الذي ستنذرون به الناس إنا سمعنا قرآنا عجبا طيب وش وظيفة القرآن يهدي إلى الرشد جميع ولذلك سبحان الله العظيم دائما الذي يشتكي ما في صدر عليه أن يعالج قلبه بالقرآن وأن يزيل كل ما في صدره بكتاب الله لذلك سبحان الله تأمل في عمر رضي الله عنه وأرضاه متى قتل وأين قتل وما هو المكان الذي اختير لقتله تجده حينما كان بين يدي ربه يتلو آية القرآن ولذلك اختار أبو لؤلؤ هذا المكان ليطعن عمر لأنه علم عمر أن لي عمر قلب يطيل إلى السماء إذا كبر وهو يستشعر أن هذا الكلام كلام الله لذلك يقول الروي إني لكنت في الصف الثالث أو الرابع وأنا أسمع نشيج عمر في صلاة الفجر صوت صدره من البكة وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم هذه القلوب التي تعرف ما هو القرآن وجماله وبهاءه وحلاوته وروعته هذه القلوب التي تعرف أن هذا القرآن شفاء وأن هذا القرآن محله الصدور ليس الألسل هذه القلوب التي تعرف أنه من شق من السماء شيء ولا نزل منها أفضل من آي القرآن هذه القلوب التي تعرف أن هذا القرآن غير أقوام وبدل أجيال وزرع الهيمم والعزائم في نفوس رجال ونساء هذه النفوس التي تعرف أن هذا القرآن هو أكبر بوابة للتغيير في الحياة مسحور معيون مهموم تشتك المظائق جرب أن يكون لك ورد من آي القرآن أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد أن تتغير حياتك وأن تموتهم وموتك الله أكبر جميل